السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معنا في قادة تربية الحسون معكم جلال في الصفحة الرسمية صلوا على رسول الله ليصلى عليكم عشر في الحلقة التالي اليوم رح نهدرولكم على الموضوع تعمرض أكثر فتكا للعصافير سواء كناري أو حسون أو أي عصفور آخر وتكلمنا عليه في موضوع لكن صح معظم الناس لا يعرفوا دواه لا يعرفوا كيفية يشروه ديما نتلقى الرسائل عليه وشي هو كيفاه ورينه كذا 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 اليوم راني جبت لكم الصورة تعد دواه هذا وقبل ما نشرح لكم سنكونوا مأمنين على بعضنا أنا قبل خمس سنوات كان عندي عصفور مصاب بالتسيف الوقت هذا كان مكنش نعرف كيفية نداوي التسيف حاجة جديدة عليه التسيف هذا هذا الدواه أيضا يعالج تسيف كوكسيديا ومعظم الأمراض التنفسية المزمنة أو المعقدة أو حالات الإجهاد رحت لبقى العصافير صديقي أعطاني هذا الدواه واستعملته والله يا جماعة أقسموا بالله في عشرة أيام أو خمسة عشر يوم العصفور أصبح معافة تمام تسيف علج لي تسيف طالع العصفور لا لام كما نقوله إحنا تفاهمنا اليوم نشرح لكم ونعطيكم صورة لهذا الدواه بها ناس كم تعرفوه أولا هاي صورة الدواه اسمه فيغال إكس دو فيغال إكس دو تحت اسم إيريتروميسين تفاهمنا يا جماعة هاي صورة حتى غابتلك ألتقتها أولا أورجسترها ورح أشرع لها كما نقوله نحن نضمن تمام اسمه فيغال إكس دو إيريتروميسين هذا الدواه مخصص للدواج مخصص لعلاج الدواج هذا العلاج استعملته مع الحسون تاعي شفية تماما من أمراض التسيف هذا عنده قوة كبيرة بها العالج أمراض التسيف وكوكسيديا والأمراض التنفسية دوك نزيد نعود أن أعطيكم درك في اللانو تستيعو وش يدير وبعد نشرح هاي اللانو تستيعو الإرشادات هذا خاص بالدواج لعلاج سمحوني وقاية وعلاج ضد الأمراض التنفسية المزمنة أعراض معقدة أو حالات الإجهات ونحن يا جماعة من المعروف أنه الحسون كيصاب بكوكسيديا أو تسيف سيكون عنده من قلة الأكل والحركة والمرض الشديد ستكون عنده حالات إجهات يعني الدواء هذا يقضي على الإجهات تكون عنده أيضا أمراض تنفسية يعني في اللالان كي يوكل ما يقدرش يوكل ينقطع على الأكل ينقطع على الماء يموت لك أو أعراض معقدة هذا الدواء يا جماعة تستعمله البودرة تأتي صفراء كي ترح تشيرها تلقاها صفراء مدة الاستعمال ستة أيام ستة أيام تستعمله لمدة ستة أيام هذا يعالج كل عصفور برب إن شاء الله في ستة أيام لكن ما زلت فيها أمراض خفيفة أقطع أنه الدواء أعطيه ماء عادي مدد أربع أيام عاود للعمل لمدة ثلاثة أيام أنت عينك ميزان كي تشاهد خفيف من الأمراض أقطع لها الدواء تفهمنا يا جماعة هذا بودرة صفراء كيفية تضعها لا تضع كمية كبيرة لأنه مخصص للدواج تضع كمية قليلة جدا يعني تضع هذا كمية صغيرة تشري معنباء العصافير مثلا أنت قرار تضع 60 ألف يصب لك في تيوب 15 ألف كل تيوب صغار فيهم واحد دي بوشون صغار يعني الكمية تضع هذا الدواء التي ستقدمها ستكون 1 مليمتر 1 مليمتر في العلبة في الغطاء تضع هذا يعني أنت تضع قليل جدا في مشربية الماء قليل جدا يعني مليمتر 2 مليمتر لا تفوت يعني تضع في مشربية الماء قليل جدا من هذا الدواء وتعالج العصفور بها مدة 6 أيام ستلاحظ الفرق هذا الدواء قلت لكم قبل 5 سنوات استعملته للعصفور ضد التسيف وارتاح وأيضا مختص في علاج الأمراض التنفسية المزمنة في الجهاز التنفسي أو الأمراض المعاقدة يا جماعة أنا في هذا الفيديو صادق وأيضا معلومة أخرى لكنكم ما عندكم أصحابكم يبيعوا العصفير ورح سقسي عليها يقول كين منها هذه استعملها باقة العصفير كي يشري عدة حساسين 30 حسون 40 حسون في السبا يحط هالهم في الماء وعليه يعيطوله يصفي الفرخة جدد علاه يقولوله يصفي الفرخة جدد كيجيب أوسيخ وعليه الحساسين جدد يحط لهم البذور في أرضية القفص وكنكم يعرف ماذا يكون في العلبة للأكل أو يشرب الماء في مشربية الماء يعني يعني يحط لهم علبة صغيرة في القفص ويبزع البذور في أرضية القفص وما يفعل الحساسين تأكل من أرضية القفص يتبزع الماء في أرضية القفص تتعفن الوحل تعمل أوسيخ يمرض في الجسم بالكوكسيديا أو التسييد فهمنا يعني هذا الدواء أيضا يجيبهم هو يحميهم من الأمراض التنفسية أو الجسم من الأوسيخ فهمنا يعني يعني يعود عندك حساسين كثيرة صيد جديد تقدر تحط لهم هذا الدواء يجعلهم يمرض بهذه الأمراض هذا هو الموضوع وإن يجيكم إن شاء الله قرب الوقت نحكي لكم على نوجد القفص نعطيكم الحلة تجهيز القفص ما القريه هدرنا على الموضوع آخر قدمنا تجهيز القفص تعمل اليوم راح نزيد ونقدم حلة جديدة في قفص جديد ونحكيكم بالأخص على العش والتحسين ونجاو بععدة أسئلة على الناس سقسوني علىها ياسر عندي نحكي لكم عنها تلقى البيض في أرضية القفص ودور العش في حماية البيض سلام